بعد إطلاق ريدمي لهاتفها ريدزمي نوت 10 عادت لتطلق هاتفا جديدا يعد تطويرا لنفس الهاتف وهو ريدزمي نوت 10 نسخة 5G فماذا أضافت عليه ريدمي وما هي نقاط قوته وضعفه وأيضا ما هي الاختلافات في نسخة النوت 10S هذا ما ستعرفونه معنا اليوم في رأي رقمي أهلا بكم أولا التصميم يأتي النوت 10 بنفس الهوية التصميمية التي رأيناها في عائلة ريدزمي نوت 10 هذا العام فيأتي بإطار وظهر من البلاستيك وأبعاد الهاتف 16.18 سنتيمتر للطول و7.53 سنتيمتر للعرض وسمكه 8.9 مليمتر وزر 190 جراما لنحصل على مسكة مريحة ومحكمة وخصوصا مع أطراف الهاتف المنحنية التي سهلت علينا أيضا إمكانية التعامل مع الهاتف بيد واحدة على يمين الهاتف نجد زر الطاقة المدمجة فيه مستشعر البصمة يعلوه زر التحكم في الصوت على اليسار نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتين اتصال وكرت ذاكرة خارجي من أسفل نجد منفذ الشحن تايب سي مع منفذ السماعات الخارجية ومايك المكالمات من أعلى نجد منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن مع مايك إضافي لعزل الضوضاء ومنفذ آي آر بلاستر الخاص بالتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية من الأمام نجد الشاشة تمثل 83.7% من إجمالية مساحة وجهة الهاتف مع حواف علوية وصفلية صغيرة ولكن غير متماثلة الشاشة بها من أعلى ثقب صغير للكاميرا الأمامية من خلف نجد البصمة المميزة لعائلة الريدزمي نوت 10 متمثلة في إطار الكاميرات البارز نوعا ما عن ظهر الهاتف ويضم ثلاثة كاميرات مع فلاش ليد ثنائي مجمل التصميم مكرر من باقي نسخ الريدزمي نوت 10 مع خامات جيدة وتغفيل المحكم ومسكة مريحة لليد مع قدرة على التعامل معه بيد واحدة بسهولة حتى مع تركيب غطاء الظهر ثانيا الشاشة والصوت يأتي الهاتف للأسف مع شاشة من نوع IPS LCD وليست أموليد كما كنا نتوقع الشاشة تأتي بمساحة 6.5 إنش بدودة الفل أتش دي بلس بدقة 1080x2400 بيكسل بمعادل كثافة بيكسلات 405 بيكسل مع معدل سطوع يتراوح بين 400 إلى 500 شمعة وهو ما قد يكون نوعا ما قليلا بالمقارنة بالريدزمي نوت 10 الذي يصل معدل سطوع شاشته إلى 1100 شمعة الشاشة تدعم أبعاد العرض بنسبة 20 إلى 9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب بالإضافة لوجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع كورنين جوريلا جلاس الجيل الثالث كما تدعم الشاشة خاصية 90 هرتز والتي ستعطيك تجربة أفضل بالأخص أثناء اللعب حيث إن الهاتف يدعم التغيير التلقائي لمعدل تحديث الشاشة لحفاظ على استهلاك البطارية الهاتف لا يدعم الصوت الستيريو ثالثا العتاد زودت ريدزمي هاتفها بمعالج من شركة ميدياتيك وهو MT6833 Diamond City 700 ثم للأنوية بدقة تصنيع تصل إلى 7 نانومتر مع معالج رسوميات Mali G57 MC2 وسيتوفر في ثلاثة إصدارات الإصدار الأول يأتي بذكرة داخلية بساعة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 معرمات بساعة 4 جيجا بايت الإصدار الثاني يأتي بذكرة داخلية ساعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 معرمات بساعة 4 جيجا بايت الإصدار الثالث يأتي بذكرة داخلية ساعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 معرمات بساعة 6 جيجا بايت هذا بالإضافة إلى أن شاومي أعلنت أن الذكرة الداخلية ستكون مبنية على تقنية UFS 2.2 Right Booster التي تقول عنها أنها أسرع بنسبة 100% من الجيل السابق UFS 2.1 هذه التركيبة العتادية تعمل على منصة أندرويد 11 وواجهة تشغيل MIUI 12 والتي من المتوقع حصولها على التحديث الجديد 12.5 في وقت قصير وقد حقق على منصة أنتوتو 258306 نقاط ومن خلال تجرباتنا للهاتف في الاستخدامات اليومية وفي الألعاب مثل PUBG فالهاتف حقا قدم أداء جيدا وسالسا مقارنة مع نسخ السابقة للريزمي نوت 10 بفضل المعالج الموجه لعشاق الألعاب الهاتف لن نواجه فيه مشكلة ارتفاع الحرارة أو لاغ أو تسقيط فريمات في PUBG مما جعلت تجربة لا ينقصها سوى الأموليد فقط ولا ننسى بعد كل هذه المواصفات أن الهاتف يهدع مشابكات الجيل الخامس رابعا الكاميرات تأتي منظمة التصوير في الهاتف مكونة من أربع كاميرات الأولى من الأمام تأتي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 قدمت لنا صورا لباسة بها في ظروف الإضاءة الجيدة والمتوسطة ولكن في الإضاءة الضعيفة لم تكن الأفضل بين المنافسين أو حتى بين أفراد عائلة نوت 10 نفسها من الخلف نجد ثلاثة كاميرات الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.8 الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتري بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع لدي فلاش وللأسف لا نجد كاميرا الزاوية الواسعة ما جعلنا حقا نتساءل عن أهمية كاميرا الماكرو شاركونا رأيكم في التعليقات هل تفضلون كاميرا الزاوية الواسعة أم كاميرا الماكرو يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الفل اتش دي بدقة 1080 بيكسل و720 بيكسل أداء الكاميرات كان لا بأس به أيضا في مختلف ظروف الإضاءة ما جعلنا نحظى بالتجربة تصوير جيدة إلى حد كبير في هذا الهاتف خامسا البطارية تأتي بطارية هذا الهاتف بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن من قوة 18 وط فقط والأمر الذي كان غريبا علينا حيث إن شاومي لا تقدم شواحن قريلة القدرة في هذه الفئة من الهواتف سادسا السعر يبلغ سعر الهاتف للنسخة الأعلى 3800 جنيه مصري أو 243 دولارا أمريكيا سابعا أعجبنا ولم يعجبنا أعجبنا دعم الشاشة لتردد التسعين هيرث معالج قوي ثلاث فئات تناسب الجميع يدعم الانفسي يدعم شبكات الجيل الخامس بطارية كبيرة لم يعجبنا شاشة LCD انخفاض إضاءة الشاشة لا يدعم الصوت الستيريو كاميرا أمامية ضعيفة شاحن 18 وط فقط ريدمي نوت 10S شقيق آخر انضم العائلة نوت 10 ونراه أيضا بتصميم مطابق لتصميم النوت 10 العادي مع اختلافات قليلة تبدأ بالمعالج الذي يأتي من شركة ميديا تيك هيلو جي ناينتي فايف بدقة تصنيع 12 نانو ثم الكاميرا الأساسية التي أصبحت بدقة 64 ميجا بيكسل بدلا من 48 ميجا بيكسل وأخيرا البطارية التي أصبحت تدعم الشحنة بقوة 33 نوت أخيرا رأي رقمي الهاتف يعد تطويرا مباشرا لنسخة العادية ومواجههم بشكل رئيسي لمحبي الألعاب الذين يبحثون عن معالج وعتاد قوي يساعدهم في اللاعب بشكل سالس ولكنه مقدم مجموعة من التنازلات التي كانت مخيبة لآمالنا مثل الشاشة الـ LCD والشاحن بقوة 18 وط فقط والكاميرا الأمامية الضعيفة وأيضا التخلي عن كاميرا الزاوية الواسعة مما جعلنا نتسأل حقا عن جدوى هذا الإصدار في عائلة ريدزمي نوت 10 فشاركون رأيكم هل الهاتف إضافة جديدة لعائلة ريدزمي نوت 10 أم لا كان هذا رأي رقمي بالريدزمي نوت 10 نسخة 5G مع نظرة سريعة على نسخة النوت 10S نشكركم على المشاهدة ولن تنسوا أن تدعمونا باللايك وأيضا فعيل الجرس ونترككم مع سعر الهاتف بالعبلات العربية اشتركوا في القناة شكرا